السلام عليكم كديرين تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله مرحبا بكم في قناتي رايحانة كمال اليوم نشارك معكم وصفات رائعة جدا بنجال مشرمل وخضر مشرملة في الكوكوث 10 دقيق وها هي واجدة وكذلك محبوة الجماهير البطاطا فريت طريقة سهلة جدا بقوا معايا لاخر الفيديو بسم الله على بركة الله المكونات عندي جوج ديال الفلفلات خضرين مشويين ومحيدة لهم القشرة ديالهم خمس فصوص ديال التوم ملعقة صغيرة ديال هريسة ممكن تدروها بودرة القصبر والمعدنوس لكيكونوا مغسولين الكمية حسب الرغبة ديالكم عندي الملح بحسب الدوق ملعقة صغيرة ديال تحميرة ملعقة صغيرة ديال كامون وكنضيف تقريبا نصف كأس من زيت الزيتون قد مدرتو زيت الزيتون كيكون مزيان ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض كنتحن هاد العناصر كلها جيدا كنحصل على مغيناد او خلطة بهاد الشكل هادا كما كتلاحظو كناخد منها القليل كنوضعو في طنجرة ديال التفق وعندي هنا يا اربعا ديال التنجالات اللي مغسولي مزيان نصيحة خدو الدنجال اللي كيكون صغير ماشي الكبير كتغسلوه مزيان وكتقسموه على اربعة كتخليو شد في الراس ديالو وكتبدو تعمروه بهادك المغيناد او الخلطة اللي تحنى اللي فالفلفله العناصر كاملة والتومة والتوابل كتبدو تعمرو وكتحطو في الكوكوت في الطنجرة ديال الدغط انا في القاعدة كما لاحظو درت فيها شوية هاد ديال هادي كشامولا اللي خلط درتها في القاعدة عاد حطيس الدنجال دروري ما تديرو الدنجال يكون صغير باش يطيب لكم دغية في حالات كان عندكم الدنجال كبير كتديرو واحد اربع كاس ديال الماء مع الدنجال هذا كيطيب بلماء كتديرو فوق النار نار مجهده في اللول غير كتبدو تصفر كتنقصو ضروري تنقصو نار تكون مهيلة مدة ديال 12 دقيقة كيكون واجد نار هادئة كنأكد في اللول كتكون مرتفعة حتى كتبدو تصفر كتنقصو 12 دقيقة كتحلو كتلقو فيها ديك زويتا وراه طيب كتقلبو كتلقوه طيب في حالات كان عندكم الدنجال كما اذكرت الحجم ديالو كبير كتضيفوا واحد اربع كاس ديال الماء هادا را ما فيهش الماء نهائيا فيه غير زيت الزيتون كيكون مخلل كتحتافضو بيه في تلاجة او كتقدموه في نفس الوقت انا ندرتو في هاد العلبة ديال الزجاج حتى لا بغيت نحتافض بيه كيبقى مزيان ونخلي حتي برد عاد نغطي ونديرو في تلاجة نمرو باش نحضرو بتاطا فريت كناخدو ايناء فيه ماء عادي من الصنبور وكنضيف ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض وكتكون عندي بتاطا خاصة بالقليل الخدار را كيعرفها كيقول لكم هاد بتاطا را ديال القليان ماشي اي بتاطا غادي تتقل لكم داروري تكون ديال القليان كتقشروها وتقطعوها ها كشرائح رقيقة على الشكل بتاطا فريت كتديروها في الاناء فيه الماء والخل وتخليوها مدة ديال عشرة دقيق كتحاولو اه تحركوها مزيان داك نشالي فيها كامل غادي حيد كتصفها من الماء وتاخدو من ديال اللي كيكون مخصص للمطبخ مضيف بطبيعة الحال كتنشفوها مزيان ضروري ما تنشفوها خاصة تنشف من الماء ما تبقاش فيها حتى قطرة ديال الماء وكتسخنو حمام ديال زيت وكتبدو تقليو البطاطا كتجي اه مقرمشة ومتمازكة وما فيهاش الزيت نهائيا كتجي معتبرة ممكن الوقت اللي تنشفوها مزيان في المنديل كتدوزو عليها واحد الملعقة ديال الناشا وتسوسوها مزيان وتقليوها بنفس الطريقة يعني ما كنجيش لانشا فقط هذاك الماء والخل كافي وكفي انها تنشف بعد ما كتتقلا كناخدو ورق نشف فاش غادي نحطوها ونخليها كتسقطر مزيان رها ما كجيش هزا الزيت كجي من قرمشة لديدة بزاف غير ضروري سكم تطا ديال القليان بطبيعة الحال وتديرو لي هاد الخطوات هدي وغادي تنجح معاكم هنا بعد ما حيتها من ورق نشف غادي نرشع ليها مليحة اللي كيبغي الملحة يدير لها الملحة بطبيعة الحال لاحظو معايير شكل دياله كجي من قرمشة والديدة بزاف وبصحة والراحة ممرو الاقتراح الثالث عندي اه المعدنوس والقصبر واربع فصوص ديال التوم عندي التحميرة الملحة الكامون والبزار ما عطيتكمش القياس حسب الخضر اللي لو القياس جيلها. كنضيف هنا يا زيت الزيتون ضروري ما يعادل تقريبا ربع كأس او نصف كأس حسب الكيمية اللي عندكم ديال الخضر. كنضيف الملحة اللي كسبقة بحسب الضوك. فلفل لحم راحلوة اللي هي تحميرة. لبزار. الكامون غادي نخليها حتى نضيفها القرعة خضرة. غاديش نضيفها دابا. كنخلط هاد العناصر مزيان حتى كتنساجم. شرمولة. كتجيل ديدة من السماء بزار. الرائعة هاد الخضر اللي غادي تجربوا معايا كيجيوا معتبارين كيطيبوا في الكوكوت متقليلة. لاحتوا كمية زيت قليلة كتضيفوا الزيت. حسب الخضر اللي عندكم كما بكرت لكم. بالنسبة الخضر اللي اللولين عندي هنا يا خيزو اللي هو جزر مقشر ومحيدة لها القلب ومقطعه بهذا الشكل هادا. كنضيف له من هاديك الشرمولة هاد الشرمولة غادي نحضر منها تلاتة ديال انواع ديال الخضر. الخضرة اللولة هي خيزو الجزر. مقشر محيدة لها القلب. كنضيف لها ديك الشرمولة وكنخلطوه مزيان حتى كينساجم. وكناخد كوكوت طنجرة ديال الطغط. كنوضع فيها مقدار ملعقتان ديالزيت الزيتون. ونوضع الجزر كطبقة اولى. كيما معرف على خيزو اللي هو الجزر. كياخد الطياب. كنديرو كطبقة اولى. في حالة ما كنتوش غادي تستعملو الجزر. غادي تديرو الخضر الاخرى اللي ابغي سنتوما. انا اعطيتكم هاد القصيراح ديالات الخضر اللي يعني محبابة. عن الجامع يعني كتناول تقريبا يوميا. كناخد هنا قرعة خضرة. تخريفين. تم قشرة شوية. وقطعتها كبطول. كنضيف لها احتاية من هادك الشرمولة اللي خلط في اللول. المعد نوس. والتومة والعناصر اللي اذكرت لكم. هنا كنضيف الكامون. الكامون كيجي مع القرعة. وكنخلط مزيان ضروري ما يتشرملو مزيان. باش كيجيكم ساهلين يعني كتشرملو. وكتطيبوهم. كيطيبو صافي كتخليوهم كيبردو او كتقدموهم سخيم هانتوما وجدو اه صلطة ديالكم بكل سهولة. كتشرملو مزيان. كنديرها فوق الجزر. ماشي في القاعة ديال الطنجرة فوق الجزر. لانا خيزو كما تكت لكم كياخد طياب. هادي ناخد واحد الحيز نوضع فيه القرعة خضراء. وحيز اللي باقي ليا. هادي ندير فيه البطاطة. حتى البطاطة خديت هنا جوج ديال البطاطات. قشرتهم قطعتهم شوية هاكم مربعات كبار. كندوزهم في الشرمولة اللي بقات ليا. كتشرملو مزيان. ونديرها حتى هي فوق الجزر. بجانب القرعة خضراء. هاد الخضر كتطيب قبل ما انا غدي نعطيكم تفاصيل. وسمحوا الفيديو باش ننجح لكم هاد الوصفات. هنا كناخد عصير حامضة. كنضيف لي شوية ديال الهريسة او سوس حارة. وكنفرغو على الخضر كاملة. ممكن ديرو بدل عصير الحامض ديرو اربع كاس ديال الماء. وهو من الافضل ديرو عصير الحامض. في اللول كنديرو نار مرتفعة. كيبدأ يبلينا البخار كيتساعد من صفارة. وغادي يتبدا كتصفر كنقص على الحد ديالها. داروري ما تكون نار مهيلة بزاف. مدة ديال عشرة اتناعشر دقيقة كتكون واجدة. انا غنطفع لها ونوريكم الشكل ديالك فاش كتكون كل شي واضح امامكم. نجيب موس ونوريكم القاوم ديالها ونطج ديالها واش طابت ولا لا لا لاحظو كتطيب الخضر كاملة. ما كتتحرقش نهائيا فقط خاسكو النار مهيلة. كما ذكرت لكم السائل اللي كين هو عصر الحامض. عصر الحامض كي اعطيها مدق معتبر. لما بغاتش تدير عصر الحامض دير واحد اربع كاس ديال الماء. ها هي بعد ما حيتها من طنجرة. حتيت كل قسم بوحده كيجي المدق ديالها روعة. لديها بزاف. قدموها كسلطة باردة او دافئة او ساخنة وبصحة.